في تجارب كتير يا عهوبا مش بس البلجيكية البلجيكية ممكن تبقى الأبرز عشان حين نتكلم فيه منتخب في أوروبا بالله شيء كان بالزبط كده ممكن يبقى في القاع أو حتى في الوسط مش منتخب كبير في أوروبا بس فجأة بقى منتخب كبير مش في أوروبا في العالم نظبوط لكن فيه تجارب تانية كتير ومهم أيضا ألمانية أسبانية إنجليزية كثيرا يعني طيب زي ما طبعا يعني جمال التكلم على التجربة البلجيكية والديل اللي فيها التحدي الأكبر والديل اللي فيها الإنجاز الأكبر أنا هتكلم عن التجربة الألمانية ليه؟ لأنها شبه شوية الأجواء اللي موجودة في الكرة المصرية منتخب كبير منتخب عظيم حصل على أربعة كاس عالم حصل على ثلاثة يورو وصل في فترة معينة إنه هو بقى منتخب متوسط في أوروبا فقررته مش على مستوى العالم كمان الصدمة بالنسبة للكرة الألمانية كانت الخروج من دوري المجموعات في يورو 2004 قدام فرقة زي لاتفية ألمانيا مش قادرة تكسب تعاتلت مع هولندا وخسرت ماتشيك وبالتالي خرجت خروج يعني كان صدم بالنسبة للكرة الألمان ده رغم إنهما كانوا وصلوا فينل كاس عام 2020 أهنا مولي تجربة وانت كلمة؟ 2004 هي كانت النقطة الفاصلة أنت تكلمت في أول حلقتنا النهاردة عن بايتسا المشروع خفت بريقه شوية بدأت الكرة الألمانية ما بتقدمش جديد على مستوى المنتخب بعد ما كسبوا يورو 96 عملوا إيه بعد 2004 بدأوا إنهما يفكروا في مشروع على مستوى المنتخب الأول وعلى مستوى الكرة الألمانية ككل طبعا يوكايم لوف اللي كمل وحصل على كاس العالم كان بدأ كمساعد ليورجين كلانسمان هو اللي تبنى المشروع ده على مستوى المنتخب الأول وعلى مستوى الكرة الألمانية بشكل عام أول حاجة بدأوا فيها زي ما جميل تكلم على التجربة بالجيكية نفس الفكر هي توسيع القعدة بتاعة اللعيبة والمراكز اللي بتستوعب اللعيبة دي عملوا حوالي 300 مركز لاكتشاف المواهب بقى عندهم 1300 مدرب حاصل على رخصة B على الأقل و650 ألف لعب هم القعدة بتاعة اللعيبة اللي حيتستوعبهم من المراكز تم متخايل الأرقام انت متخايل يعني 1300 مدرب حاصل على رخصة B وهم 80 لليون حتى التعداد كان في الوقت ده يعتبر قريب من مصر 1300 مدرب حاصلين على رخصة B انت إحنا اللي حاصل على رخصة C عندنا في مصر ممكن ما يبقش 500 ما ده هنتكلم بقى في الآخر على الرشدة الكرة المصرية بعد كده كم 650 ألف لعب 650 ألف لعب هم القعدة بتاعتهم عظيم مع الموضوع ده بقى فيه الحتة زيادة شوية عن التجربة البلجيكية لأن الدوري الألماني دوري قوي مصنف على مستوى الكرة الأوروبية فبدأوا يطبقوا النتاج بتاع المشروع بتاعهم ده على كمان الدوري الألماني بدأوا يهتموا جدا أن اللعيب الألمان الصغيرين ياخدوا دقيق لعب أكتر في أنديتهم أن تثقة في المدربين في سن صغير بدأ يظهر عندهم ناجلسمان مثلا المدير الفني دلوقتي البايم منخ عنده 34 سنة عنده تايداسكو المدير الفني اللايبستج عنده 36 سنة اللعب قدام جمهور ودي احنا بنسقط على الموضوع ده وشوفناه في المباريات الأفريقية للأندية وشوفناه على مستوى المنتخب أن اللعيبة مش متعودة تلعب قدام جمهور في الدوري الألماني متوسط حضور الجمهور 41500 مشجع فده مؤثر جدا مع اللعيبة الصغيرة كمان لما بتاخد دقيق مع الفريق الأول أن هي بتتعود على الأجواء دي وبالتالي لما بتلعب على المستوى الدولي بيبع عندهم الثقة أن هم يقدموا مستوياته قانون مهم جدا بقى وده أنا شايف أنه هو أول خطوات الإصلاح بالنسبة لدوري الدرجة الممتازة طبعا مش هيصلح الكرة ده مراحل متأخرة جدا هو فكرة قانون 50 زائد 1 50 زائد 1 ده منتهى البساطة ده بينظم الاستحواز على الأندية الألمانية لو فيه مستثمرين رياضيين عايزين يستحوزوا على الأندية الألمانية عشان يضمنوا أن ما فيش نادي شركات بدون جمهور لازم يبقى فيه أندية شعبية المستثمرين يخشوا ويستثمروا في الأندية الشعبية بشروط الشروط دي أن هما يقدروا يستحوزوا على 49% بس من الأسهم بتاعة النادي بحيث أن هي ما تبقىش ملكية مطلقة بالتالي أن الجمهور يقدر يساهم في الأندية دي ويبقى لي القول في التحركات بتاعة إدارة النادي ده ضمنوا أن الأندية لسه تحت سيطرتهم بس في نفس الوقت هما مدخلين الاستثمار ده اللي حاصل مثلا في دوري المحترفين الأمريكي مثلا الأنبي إي أن أي مستثمر عايز يستثمر في نادي بيلعب في الأنبي إي لازم يبقى ليه شروط لازم مراكز تدريب إزاي لازم يبقى في منطقة قريبة من مشجعين النادي ده عشان يضمنوا كده مش هنلاقي أن فيه خمس ستة أندية شعبية من أصل 16 فريق ومعادة الأهلي والزمالك هما بينفسوا على الهبوط بيعانوا أن ما فيه موارد في حين أن فيه أندية شركات أندية الشركات دي غنية بتقدر أن هي تصرف على اللعيبة بتاخد من ميزانات التسويق بتاعتهم والموضوع الجاب عمالة تكبر جدا شفنا الدوري السعودي وشفنا الجمهور في كل مطش في الدوري السعودي على النقيد الدوري المصري فخمسين زائد واحد احنا ممكن نقف عندها عشان جمال يكمل لنا عن التجربة البلجيكية بس خمسين زائد واحد ده من الحلول للدوري المصري بس دي مرحلة متأخرة في تطوير الكورة بشكل عام في البلد س ها يتوقع